اختتمت فعليات دورة دبلوماسية العسكرية للأجانب برقم 2 MDC 2022 والتي عقدت بهيئة الاستخبارات العسكرية بمشاركة 68 دارسا من 26 دولة للضباط المرشحين للعمل بوظائف التمثيل الدبلوماسية العسكرية وزوجاتهم من كل من أفريقيا، أوروبا، أسيا، أمريكا، الشمالية وعقدت الدورة بناء على توجيهات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لتعزيز وزيادة أفاق التعاون العسكري وتنسيق الجهود والعمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات